في وقت الحاضر لا أريد أن أتكلم عن قضية دينية ولكن أريد أن أغطي بعض القضايا البشرية أنا أغضيت 30 سنة في الشرق الأوسط وفي دول أفريقية ورأيت بعيني ماذا ترك لهم في هذه الدول الاستعمار ماذا سرق منهم فرنسا وإنجلترا ودول أخرى وكيف تم استغلالهم من سرواتهم المعدنية التبعية ومن سرواتهم البشرية وتفكيرهم والضعية البشرية وبعد مئة مئتين تلتون مئة سنة هذه الشعوب حصلوا الحرية من جديد خرية نسبية لكن منعت لهم الدخول إلى البلد الذي سرق منهم كل شيء ولو بعض الناس دخل إلى فرنسا إلى إنجلترا إلى الدول الأخرى شاف بعيني ماذا حصل بالمعادن وصروات المسروقة كيف هذول الدول بنأوا الأنظمة الديمقراطية وحقوق البشرية فيهم على تكلفتهم هما طبعا هذا يولد بعد الشعور لكن هذا ما يكفي لأن الدول المتقدمة قفلت الباب أمام الدول النامية وأنشأوا الفوضى في هذه الدول النامية وببسطة ريموت كونترول يواصلوا استغلالهم السرقة لحد الآن موجود ولكن طبعا السرقة يتم بشكل آخر يعني ينشئون الفوضى والحروب وإلى آخر طبعا لو في حرب في بلادك أنت تهاجر وليس كل من المهاجرين إرهابيين طبعا بينهم موجود ناس مجرمين ولكن أغلبية المهاجرين غير إرهابيين وهم يهاجرون إلى بلد إلى بلد ولكن هذا البلد يستقبلهم والثاني يرفض الدخل لهم والثالث بلد يلعب بهم زي الجوكر في كشتينه ويهدد به البلدان الأخرى ويريد أن يستفيد منهم من ناحية سياسية ويعتبرهم محتجزين وبعد الناس من هذول المهاجرين المساكين لا يستطيع أن يمروا إلى يسار إلى يمين يعيشوا بين الحدودين وواحد يقول هذا والثاني يقول هذا لكن لا أحد ينظر عليهم مثل بشر كل ينظر عليهم زي العوامل الخطورة هذا ما بصل إليه القيام البشرية في قرن الواحد والعشرين استغفر الله العظيم لكن لي مباسل مرة الناس يدخل مرة الناس سوف يرى كل شيء بأين هل تستطيع أن تتصور أن الناس المهاجرين الذين عاشوا في هذه الفترة سوف ينسوا المعاملة معهم أنا لا أستطيع أن تتصور هذا سوف ينسوا المعاملة مع المكتبات